ضغط رهيب ذلك الذي تعيشه مصلحة الولادة وأمراض النساء بالمستشفى الجامع بلاتو بوهران هذا الضغط نتيج عن رفض مصالح التوليد الأخرى المتخصصة عبر تراب الولاية كالمحقن عين الترك أرزي وغيرها استقبال الحوامر رغم توفورها على جميع المستلزمات وهو أهم عامل حول المصلحة الأم إلى ما تشاهدون أنا رأيت الزامندي مقبلوني جيت هنا ديرك الحمد لله هاولا والدي قدامي كما يقول لك هي ما بغاش تشدني قالك ما كاش كلي قبلك وما كاش لي شدك هنا عدم روحت هاكا حي الصابح هي ما بغاش يقبلوني طعوني بريخ قالوا لي روحي الوهر كي جيت هنا يا تمرميت تمرميت نمامهم يقبلوني حالة مستحصية تحول يوميا من تسع ولاية غربية ما يفوق الخمسة والأربعون عملية ولادة يوميا منها خمسة وعشرون قيصارية كلها تستنجد بوهران وهو ما يؤرق الطواقم الطبية ويجعل الفوضى سيدة الموقف رئيس مصلحة التوليد بمستشفى بلاتو اعتبر أن ما يحدث بوهران فاق كل التصورات وعلى الجهات الوصية تدخل في القاريب العاجل نساء حوامل تعرضنا لخطر الموت وأخريات فارقنا الحياة نتيجة لافتقارهن لتحاليل التبية الضرورية عند التحويل فالمنتظر الآن من مديرية الصحة الولائية إفادة لجان تحقيق على مستوى جميع المصحات المتخصصة في التوليد بأحياء بلديات وهران لمعرفة من يقف وراء رفض الحوامل والتي أحيانا تكون أمام بوابتها والحجة الأكثر تداولا لدى هؤلاء هي غياب الطبيب المختص في التوليد ترجمة نانسي قنقر